السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرة اللي فاتت كنا اتكلمنا على اتكلمنا على بتاعته وازاي انا اعمل وازاي مررنا في السيشن وازاي ان احنا بدأنا نعدله كمان في السيشن. طيب عايزين نبدأ نعمل ايه عايزين نبدأ نشتغل على اليوزر بروفايل. طب ما احنا اشتغلنا عليه قبل كده بس هلما اشتغلت عليه قبل كده لو انت خدت بالك انا كنت معرض بس بدليل ان انا دلوقتي ما بيش اي اوردر انا عامله هنا تمام وفيش اي اوردر جاي عند اليوزر لان الاوردر الاستفري واحد يقول لك ايه خلاص هو لو ما عندوش اوردر ممكن نعملها زي الشوك كارد مسلا هنا طالما ما فيش شوك كارد ابدأ اقول له ايه اقول له ممكن وممكن في نفس الوقت برضو ان انا مش عايز اعمل كده انا عايز اعدله الصفحة بحيث ان هو لو عايز مثلا لو هو مسلا حابب ان هو يحط صورة شخصية ليه في البروفايل عايز يخليه يحط بعض الداتا بقى زي الكونتاكت بتاعه رقم التليفون زي يحط الادرس بتاعه يحط كمان النين بتاعه وابدأ ان انا اخدهم منه واعرضهم له ويبدأ كمان ان هو يعادل فيهم لو حابب ان هو يعادل فيهم سواء عايز يعادل في الصورة او الكلام ده كله وهبدأ برضو اعرضه الوردر وابدأ اعرضه حاجات كتير وهبدأ كمان اعملها له التبات طيب خلنا نبدأ نعملها نعمل الكلام ده ازاي خلنا نبدأ نيجي هنا اهو مبدئيا وخلينا نيجي عندي اول دفاية اللي هي بتاعت دي وخلينا ننزلها تحت مش عايزينها دلوقتي هنبدأ انا كده كده عايزها بس يعني المبدئيا هقول لها هنحطها في تمام? طيب هنبدأ نعمل دفاية كده صغيرة ونديها اللي هو رو تمام? ونبدأ نقول له مسلا اه اكتب لي مسلا اللي هو هيبقى تمام? اللي هو اليوزرنيم تمام طيب وخلينا نبدأ نسيف ما في اي مشكلة خالص هيبدأ يقول لك اليوزرنيم دنيا حلو طيب عايزين نبدأ نعمل ايه عايزين نبدأ نقسم له الصفحة اه لربع وثلاثة ربع هنقسمها له ازاي اقول اظن احنا عارفين هنقسمها بالروح كولوم طيب الكولوم الاولان اللي هو هيبقى ربع الصفحة ده اولا هنبدأ نحط فيه الصورة ونحط فيه ان هو لو عايز مسلا بوتن ان هو لو عايز يغير الصورة ويبدأ ياخد صورة من على اللاب عنده من على الجهاز عنده ويبدأ يرفحها السيرفر عندي وفي نفس الكلام لو انا عايز ازود له بعض اللينكات تحت او عايز اقدي له اي تحت مفيش مشكلة التربع التانيين اللي هم هيدوه في ابدأ الصفحة دي هنبدأ نعمل فيها التبات التبات دي هبدأ عارض له بتاعته في مسلا وهبدأ ان هحط له لو انت كنت عايز تاابديت المعلومات دي لو انت عايز تاابديتها ماشي مفيش مشكلة هبدأ اخليه دوس على ابدأ ازهر له حاجة تانية. طبعا الحاجات دي هتبدأ اشتغل بحطة جابا سكريبت ونبدأ نحطها في سكريبتات ونبدأ ندعج السكريبت في الصفحة حينها قولت كل الكلام ده واحدة واحدة واحنا مشيه. تمام? وهبدأ اعرض له برضو في التابة التانية مثلا الوردر. ممكن كمان انك تقسم الوردر لتلاب حاجات. طبعا ده هيبداخل فيها اليوزر وهيبداخل فيها بمعنى بمعنى ايه بمعنى مثلا ان الوردر نخلي له مثلا ليه ثلاثة ستيتوس. السلسة الاولينية انه هو لسه مطلاش مليور هاوس يعني لسه بني او لسه مطلاش ملي ستوري يبه هو لسه بني. ولو بدأ انه هو يفلع لك وجاء لك بالطريق هيبقى اينوي ولو انت استلمته هيبقى لسيفت ونبدأ نعمل الثلاثة دول ونعرضهم لليوزر تمام? طب كريرا الاول نمشيها خطو خطوة. انا عايز اعمل ايه? عايز اقسم الصفحة لربع وتلات اربع. انا اقسمها ازاي الكلام ده? ما فيش اسهل منه. هنبدأ هنعمل ونقول له ده هيبقى هو. تمام? طيب الدفاية الرو دي هتبقى فيها تنين كولوم. دف هيبقى فيها كولوم اللي هو اس ام اللي هو تلاتة عشان يبقى الربع الاولاني. ودفاية تانية. خلنا بس ننزل على الدفاية تانية. والدفاية التانية هتبقى برضو كولوم آآ داش اس ام داش تسعة. اللي هو المازل المجموعي بقى اتناشر زي ما احنا عارفينه. تمام? طيب احنا كده عملنا الكلام ده. طيب خلنا نجي هنا في اول واحدة في الدفاية اولانية دي. عايزين نحط صورة. تمام? نعرض لليوزر صورة. وبعد ما نعرض لليوزر صورة هنبدأ نحط فيه الصورة دي مسلا اي صورة ولا اي حاجة وبعد كده نبدأ ان احنا آآ 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 نبدأ ان احنا بقى نحط له بوتون ان هو يسيليكتو والكلام ده كله. طب عايزين نبدأ ن عملها خلينا نخش على طول العالمية عال تمام? بوت استراب اربعة. تمام? طيب ادي بوت استراب اربعة. خلينا نبدأ نخش على وخلينا نبدأ آآ نختار احنا عاردين اي ايمج تمام? خلينا نبدأ نخش على ابدأ ايعرض لك الايمج لو انت عايز تعرضها بعرض الصورة لو انت عايز تعرضها مسلا على الجنب والسامبنالة والكلام ده كله اه لو انت عايز تعمل فيها ايه ممكن ما تبقى ترسل سامبنالة ده حيضا طيب هلانا بدنا اخذ ناخد الصورة دي حشان اعرضها في النص تمام هلانا اعرضها في نص الدفاية اللي هي اللي هي في نص الكولوم اللي هو واخد ايه هو واخد اللي هو الكلوم هلانا اعرضها في نصه تمام طيب هنبدأ نيجي هنا اه ونبدأ نقول له اه دي بتاعتنا طيب الامج السورس لسه مفيش سورس خلينا انا اخد الكلاس اللي انا اخد تعجيب من الكلاس ده خلي ده انا اخد الكلاس ده تمام طيب الالت مش عايز ايه االت دلوقتي طيب عايزين بقى نبدأ نجيب سورس للصورة خلينا نبدأ نعمل كده نكتب افيتار افيتار او افيتار او افيتار وهتبدأ تخش على اي صورة من دول مسلا خلينا ناخد الراجل ابرو انظرها الحال هنا خلينا نخش على الوبصائد بتاعه ناخد او ار ايه اللي بتاعه كوبي تمام نبدأ احط هنا مسلا الي هو بتاعنا طيب وخلينا نبدأ نسيف ونشوف الشكلة يبقى عامل ازاي خلينا نبدأ نيجي كده عند وخلينا نعمل بدأ يجينا الشكلة او بالمنزر ده تمام يبقى كده اول حاجة الصورة اتعرض طيب عايزين ننزل بقى تحت الصورة نحط له بوتن ان انا مسلا لو عايز اقضل الصورة او اعدل الصورة او الكلام ده كله طيب عشان ابدأ احط البوتن اللي ابدأ نعمل ايه خلينا في اللي هي بتاع السنتر اللي لها برضو جواها عشان يبقى البوتن تحتيه على طول وابدأ اقول له مسلا ايه ابدأ اقول له ان احنا عايزين نعمل ايه سباب يعزين نرفع تمام تحة هنا خلينا بخش على مثلا هدي كتير خلينا نخد ايه واحدة منهم نسبة النزل من خليها كزا 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 الماشي خلينا ناخد هكما مindeer اهلا خلينا ناخد هكما كنطول سي. تمام? وخلينا نجي في المشروع بتاعنا. نبدأ نقول له كنترول بي. طيب. مش عايز اي كلاس فالس هنا دلوقتي. خليه تمام? خليه طبعا هنعوزه. اه اذا يجي اه ما عرفش ايه انا كده كده ما عندش جروب بصل فمش محتاجها. تمام. قبلنا نبدأ نشوف الشكل. خلينا نبدأ نشوف بالشكل كده في المشروع علينا. تمام? بدأ تيجي الصورة ايه? طب عايزين نبقى نبعدها شوية بس. قبل ما تعرض الصورة ادي بس بي ار و بي ار كمان. مش مشكلة. خليها ندهج من بي ار. عشان بس نبعد ايه? عشان متبقاش لازق فيها كده. تمام? لا. اه لسه زي ما ايه لازق فيها. البي ار مش تغليش قليل ايه. بي ار بي ار. مش تغليش تخلينا ناخد بي ار بي ار برد باية. كده. ننزل برد باية بتاعت. تمام? عم. بدأ ان انت هتدوس على ايبدأ يفتح لك الملف. تمام? طيب. اه طبعا لو اخترت اي ملف ايبدأ اديك النين بتاعه. خلينا مسلا ناخد دي اهيه? ايبدأ اديك النين بتاعه. مش هيدي مشكلة دي. طيب. اه انا دلوقتي عايزة ابدأ اعمل ايه? نبدأ نيجي في الرابع التاني. يعني خلاص احنا خلصنا الرابع ده لو انت عايز تضيف اي حاجة تحت ما فيش مشكلة. خلاص انت عندك اهو. ادي البروجيكت بتاعك. هتبدأ تدي بي ار وتبدأ تنزل بي دفات وكل الكلام ده شغال ما فيش اي مشكلة. الجزء التاني هيبقى جوه مين? هيبقى جوه. اكله من نوعات التسعة. طيب انا ابدأ اعمل تبات. يبقى خلينا نيجي هنا ونقول له تابس. تابس 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 ماشي. خلينا نخل مسلا لا دي لقا. نخلها ان احنا ندوس عليها مسلا كده. نضيف بس عليها. نجدها حلوة كده. اه فيها اضرب ده. لأ ادي مش هادة برضا. ايوة تمام. تبتي حلوة هي. طيب خلينا نبدأ ناخدها كلها كده على بعد كوبي. تمام? خلينا نبدأ نيجي هنا. ونبدأ نحطها فير يا شباب? نبدأ نحطها من جوه اللي هو واحد ربعين التلات اربعة الصفحة. تمام? خلينا نقول له كنترول بي. خلينا نسيب. طيب خلينا نبدأ نيجي هنا نعمل ريفرش. تمام? بدأ يجينا الشكل هون. طبع لو دوست بروفايل هنا بيجيب لك نقط 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 نقط. لو دوست هنا هيجيب لك نقط 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 الهوم هيجيب لك نقط 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 والكلام ده كله. طيب انا عايز ابدأ اجي مسلا في الهوم اعدل بعض الحاجات. خلينا نبدأ نيجي نشوف الشكل اللي هو من دهولنا اصلا ده عبر عدم. بص يا شباب. خلينا بس نطلع فيه شوية كده. بدأ نخش هنا. بدأ يعمل تمام? وبدأ يدي له بعض الروز والكلام ده كله. بدأ يدي الكلاصات. بدأ يدي ايديات. بدأ يقول لك مسلا الهوم بمجرد ان انت ما تدوس على الهوم هيبدأ يروح للهوم طبعا دي هنستخدمه ان احنا نبدأ لو عايز تعمل بها جيت او اي حاجة. وتخلي السيرفر يبقى لك ايه اه اي داتة. تمام طيب. ونفس الكلام الاسم هوم. طب وده اسمه بروفيل خلينا بس نشيل الاسم بروفيل ده ونعدله مثلا نخليها اردر مسلا ولا حاجة. تمام? تمام? خليها نسيف مسلا كده ونبدأ نشوف الشكل لما انا عددت في الكلام ده اللي هيحصل. تمام? بدأ يقول لك ايه اردر. هتدوس على الهوم هيجب لك كل الهوزر عارضها. طيب خليها ننجي في الهوم هو بدأ حاطت لك نقاط 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 نقاط. طب هي فين النقاط اللي جاية دي اهي. ادي الكونت اهو هيبدأ يحط لك هنا ايه النقاط نقاط نقاط. لو انتهت مسلا اي حاجة هنا في الهوم مثلا وند يكن مسلا ايه نقاط نقاط نقاط. لو انت دست كده على الهوم ما تشكر؟ لو انتهت دست على الهوم هيقول لك هي انهوم دست على جبال نقاط 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 طب الهوم هنا عايز اعمل في ايه? الهوم انا عايز ابدأ عارض له Oh مبدئيا كده انا عايز ابدأ اعرض له الداة بتاعته طبعا الداة تحتب اجاية من ايه من السيرفر بس خلينا نحن نعرضها هندخلها بجدينا الاول بعد كده نبدأ نعديل فيها براحتنا تمام طيب عشان نبدأ عرض له الداة دي خلينا بنشر كل الكلام ده وننزل كده على سطر الداة طيب عشان نبدأ اعرض الداة دي خلينا نخش على تمام عشان نبدأ نعمقله نقول له بس انها في تمام خلينا نبدأ نختار اللي هو مقسمهم للصفحة مثلا شو بنتنا نقسم الصفحة الاثنين 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 ماشي كلهم واحد كلهم اثنين لو انت عايز تشتغل بدي ماشي بس لا يعني تمرين من بعض كزا كولهم كزا كولهم كزا كولهم مثلا الاثنين كولهم ماشي معقولة اثنين كولهم اه خلينا ناخد الشكل ده اهو الشكل ده حيوي تمام؟ خلائنا ناخد الشكل ده اللي نأخده كده كومي مسلا تمام؟ اهو نبدأ نحطه هنا مسلا كنترول تمام؟ طيب خلينا نشوف الشكل كده هيبقى عامج ازاي باس خلينا نسايف الاور انو باجعلها تاني وخلينا نبدأ نعمل تمام؟ هيبدأ يقول لك انا مش عايز لك انا عايز لكم يا شباب Site فانا عايز لنوفرود انها دباية دخلنا روه هيبدأ يقول لك كون مثل ان تعرضها ازي اصلا تربط ستراب جابها بالمنزر ده طب انت لعن دي مجبتهش بالمنزر ده ده هتحق عليها هتحق عليها هتحق عليها انا طب خلالها نخد ده كده ده 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 ماشي خلالها نخد ده كده كوبي ده نشيه دي كده نشيه دي في الكلام ده كله خلالها نعمل till z ماشيها خلالها نشوف بس الشكلها اتف عامل ازاي تمام بدأ يقول لك هنا كولوم كذا كولوم كذا كولوم كذا كولوم كذا تمام انا من صباح مش عايز الكلومات والكلام ده كله خلالها نبدأ نيجي نختار نقول له عايزين نحط تمام? هزيل نبدأ نحط لان حاجات هنكتبها بأيدينا وطبعا هنعدل فيها ما تقلقش. طيب هنبدأ ننزل تحت خالص كده عشان ناخد الفونت وكام ده كله ماشي بقول لك مسلا دابوت اهو خلينا ناخد دي مسلا كده اهو تمام وخلينا نبدأ نيجي هنا في اول واحدة وليكن دي جوة دفع نحط باراجراف ونقول له تمام وليكن مسلا هنا هنبدأ نشيل دي ونبدأ نقول له اليوزر اليوزر نيم تمام ونبدأ نيجي مسلا ناخد اللي هي خلينا ناخد دي او نورمال خلينا ناخدها النورمال حلوة نبدأ نحط هنا مسلا اهو نبدأ نقول له مسلا هنا وليكن اليوزر نيم مسلا اه احمد مسلا احمد ايمان مسلا ايمان تمام وخلينا نزيل خلينا نبدأ نشوف الشكل كده يا شباب تمام بدأ يقول لك اليوزر نيم احمد ايمان نبدأ بقى نحط بقية الحاجات اللي احنا عايزنا احطت اليوزر نيم عايز احط مسلا اليومين يبقى خلينا ناخد بقى كل الكلام ده سيب بس اللي هو احط ده مش مشكلة دلوقتي تمام خلينا ناخد بقى ايه ده كده اهو كوبي تمام انا عايز احط ايه بقى يا شباب عايز احط دلوقتي مبدأيا عايز احط عايز احط محطوطة اهيه عايز احط الادرس ننزل كمان سطر ادي الادرس عايز احط عايز احط احط لها احط تالي عايز عشان لما ايه ايه يبجي عادل طبعا مش هحط مش هعرض له ابعرض له نوات 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 موات طيب خلينا ناخد الكلام ده كله اهو اقولنا ناخد اللذي Nature I ماشي خلينا ناخد الكلام ده كله اهو ونشيل الدفايات دي نحط ده مسلا ونحط ده مسلا وينزل تاني ونحط ده مسلا ونحط ده مسلا وخلينا نسيف ونشوف الشكل. طيب خلينا نبدأ نعمل هيبدأ يقول لك مسلا اليوزر نيم احمد الكذا احمد كذا كذا كذا. طبعا مش عايزين الكلام ده عايزين نبدأ نعدل فيه. طبعا عشان نبدأ نعدل فيه يا شباب. ادي مسلا اليوزر نيم احمد امام. هنيجي مسلا هنا نقول له الايميل. الايميل مسلا خلي ليه كمتر. الايميل مسلا اللي هو كان تست دوت كوم صح كده. اللي هو كان تست دوت كوم. بعد كده عندي وليكن مسلا واحد من تلاتة اربعة خمسة اي رقم يالي واحد من تلاتة اربعة خمسة تسعة تسعة تمام? وعندي كمان قلنا الادرس. عشان ده مهمة برضو. طبعا واحد يجي يسألني يقول لي كل الكلام ده مش موجود في الاسكيمة. بانعرف ان كل الكلام ده مش موجود في الاسكيمة. والاسكيمة تقدر تعدل فيها فانعدل فيها. وهنبدأ نحط وناخد الانفورميشن دين نبدأ نعرضها هنا. تمام? يعني واحدة واحدة خلينا بس الاول نعمل الشكل بعد كده نبدأ ناخد الداتة اللي احنا عايزينها ونعرضها. تمام? الادرس مسلا وليكن تست. آآ مسلا. تمام? وبعد كده الباسورد. اخر حاجة. ما حطنوش الباسورد ده. ستة عشبك اللي ناخد دي كمان. وننزل مسلا السطر. ونقول له بس عن الباسورد. وطبعا مش هتكتبه الباسورد وجهة السبزة ما هي هتبقى مسلا ست نجوم سبعة نجوم تمنجهم اي حاجة. مسلا. تمام? وخلينا نبدأ نسيف ونبدأ نجوم في الشكل يا شباب. تمام? بدأ يقول لك ايما? آآ احمد. تاني. لأ. اللي هنشيل يوزر نيم يوزر نيم دي. اللي هنشيل التانية دي. تمام? خلينا نسيف. سيف. طيب هنبدأ نعمل ريفريش. هيبدأ يجي يقول لك مسلا ايه هنا? هيبدأ يقول لك اليوزر نيم احمد. آآ الايميل تست التست. الكم الكونتاكت بتاعه كزا. الادرس كزا. الباسورد كزا. تمام? طيب انا عايز مسلا نحط في الاخر مسلا هنا آآ بوتون او تحت مسلا بوتون اللي هو مسلا اف ديت. تمام? ما هنيجي ان نحط مسلا بوتون اف ديت. يعني خلينا نبدأ نيجي هنا نحط له مسلا بوتون. اف ديت. خلينا نيجي تحت خالص. نيجي هنا يا شباب. احب نختار البوتون عشان لو حد ناسي. بوتون. بوتون عادي. مميش اي مشكلة. خلينا مسلا نختار اي بوتون. خلينا نختار البوتون اللي اخدر ده. وليكن مسلا فين البوتون اللي اخدر. تمام? اهو. او خليها برايمري. خليه البيرايمري احسن. خليه البيرايمري احسن. تمام? خلينا نيجي هنا. ونجي في اخر خالص الدف باد دي كلها. دف 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 دف. ونجي هنا. اهو. بس في الاول ما احط البوتون ده في تلاس. ونقول له خد الدف دف ايا واخدها اللي هي ديتكس بساب covers. ودتكس بسابقة. تماما يجي في الدف بايا خلينا نخد البوتون ده دف احسن والها دا في السابقة طيب خلينا نبدأ نعمل كده يا شباب هيبدأ يجي يقولك ايه? طبعا مش حايز يدوس على ده خلينا انحنا نقوله اا او تيت او تيت داتا مثلا. او تيت او تيت داتا مثلا. تمام? تمام هنبدأ نيجي هنا مثلا هنقول له update data بمقرر ان هيدوس على update data المفروض كل الكلام ده هيبقى input يعني كل الشكل اللي قتمه ده هيتشال وهيبقى انه هو input طبعا كل الكلام ده ما تقلقش في حاجة هنعملها بالجرمس كريبت وفي حاجة هنبدأ نروح نرجعها على اليوزر ونبدأ نرجع على السيرفر والكلام ده كله طيب الصفحة بتاعة order الصفحة بتاعة order المفروض نعرض فيها هي المفروض نعرض فيها طب احنا كنا عاملين قبل كده order ونعرضه فين order اللي احنا كنا بنعرضه وقادي order اللي احنا كنا بنعرضه تمام هنبدأ ناخد order ده كل اللي احنا كنا بنعرضه اهو ونقول له control x شيلو مش عايزين وهنبدأ نحط فين هنبدأ نحطه مكان النقط بتاعة مين بتاعة الفايل تاب صح كده خلينا نشي بالكلام ده اهو خلينا ننزل ونقوم بتاعة control b ونقول control save طبعا انت مش هتحس باي تغيير لانه اصلا ما عنديش اي order دلوقتي محطوطة يعني لو جيت order هتلاقيها فاضية اللي اصلا كانت الصفحة الاساسية اللي هي فاضية والcontact دي يعني سيبها مبداية اللي انا عايز امعدل فيها معدل فيها مش عايزين حاجة منها المشيحة في الاخر طيب اه اليوزر نيم هنا طبعا عادل اليوزر نيم ولو دوست هنا هنبدأ زي ما قلنا هنختار الفايل والكلام ده كله طيب احنا كده مبدايا وطبعا هنا لو ابدأ داتا هنبدأ نشوف كل حاجة هنبدأ نشتبع عليها واحدة واحدة وامتى هنروح للسيرفر وامتى السيرفر هنبدأ يبعد لنا داتا والكلام ده كله تمام ا مبدايا احنا كده على اقل زبطنا شكل البروفيل شوية وعلى اقل بقى فيه بروفيل طب اليوزر نيم هنا هنبدأ ان احنا نعرضه با اليوزر نيم طبعا هو هنا لو عايز تغير اليوزر نيم يعني لو عايز هي هي العايز تشيلها اشيلها انا ما عديش مشكلة عايز تحطها 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 ماشي الصورة دي انا ممكن اخطها لك هنا بعد كده طبعا اليوزر هيدينا عدل اسكيمة بتاعة اليوزر ان انا عايز ابدأ احط له كونتاكت ابدأ احط له ادres ابدأ احط له لان ام ا Everest لان محطته له في حلوطاله والله مفاكر بعد كده برضو نفس الكلام عايز احط له لفتح صورة بحيث ان انا ايه استفادتسه له ترمgg مبايسته . تمام? ويلو هو عايز يوبديدتة هيبديدتة وهنا لو عايز ييوبديدت الصورة الوحدة اخليه ترفض له تمام وهنا الوردر اللي هو عاملها وممكن تيجي في الوردر اللي هو عاملها لو عايزت كنت تعملها دروب ده وانا تبدأ تختار مثلا الريسيفد او كذا كذا ممكن ان بنعملها بعدين او ان انت عايز تحطوهم مثلا هنا الوردر مثلا الوردر او البندنج او كذا كذا بس خليها لما نخلص الاول الان تمام طيب اه خليناه في وقت كده المهاردة اهم حاجة ما تسوشون صراح دعواتكم واشوفكم بازن المرة جاء على خير شكرا سلام عليكم